موسيقى الذي خلف مصر أربعة ضحايا وإلحاق كسور وجروح بأربعة وعشرين آخرين ومن ضمن التهم التي نسبت إلى الخمسة القتل والجرح غير العمليين والارتشاء وإلى المساء بن كيران يدعو وزراؤه إلى شد الحزام وترشيد نفقات السفريات والحفلات حيث أفرج بن كيران عن مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 ودعم مختلف القطاعات إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسير الإدارة مع حصر مقترحات المناصب المالية فيما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ونتقل لأخبار اليوم التي تعنوين صفقات بالملايين لتجديد أثات ومكيفات ومصابيح مجلس النواب تتواصل عملية تجديد بعض مرافق بنية مجلس النواب وتأتيتها وستجرى عملية فتح الأضرفة في شتن براء مقبلتهم صفقات بالملايين لتجهيز وتأهيل مكاتب المجلس بالمعدات وقطعها الأثات وتكيف والإنارة ونختم بالأحداث المغربية ستة قتلى في أول حدث سير على طريق السيارة الجديدة أسفي حيث شهدت طريق السيارة الرابطة بين أسفي والجديدة وقوة حدث سير خاطرة عندما انقلبت سيارة رباية الدفع كان على متنها سبعة أشخاص من عائلة واحدة بعدما كان السائق منهمكاً مع حزم السلامة ليجد نفسه رفقة الركاب الآخرين تحت السيارة تفاصل الأفاة تجدونها بذات اليومية الجولة الصحفية انتهت شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة